بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط الأبطال من معاهد برامج التربية الفكرية في درس جديد ومهارة جديدة في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم راح يكون التعرف على أهمية الطريقة الصحيحة للمشي في الدرس رقم واحد يا أبطال قوانين التعلم عن بعد كلكم أبطال حفظتوها وتعملون فيها أول وأهم القوانين نجهز كتبنا وأدواتنا التي نحتاجها قبل بداية الدرس نستمع إلى المعلم أو المعلمة بكل تركيز ونتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص حتى نحصل على الفائدة كاملة يا أبطال فوائد موارسة النشاط الرياضي يرفع من مستوى لياقتك القلبية التنفسية ويحسن صحة عقلك ومزاجك ويحافظ على وزنك الصحي المناسب ويقيك بإذن الله من أمراض عدة كأمراض القلب والسمنة والسكري من الدرجة الثانية والقدرة على ممارسة جميع أنشطك خصوصا الرياضية والفوائد أكثر من ذلك لكن يجب عليك الاستمرار والحفاظ على ممارسة الأنشطة الرياضية إلى أولياء الأمور أفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم ومنا تكلمنا عن أهمية ممارسة الرياضة أول تمرين معنا لهذا اليوم أكيد رح يكون الجري الخفيف في المكان نتأكد أننا وقفين في مساحة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية مرتدين الزي الرياضي حتى نشر بأريحية أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أول تمرين والجري الخفيف في المكان تمرين جماعي ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال انتهينا من التمرين الأول ننتقل التمرين الثاني أبطال تمرين سكوات النزول بعدة والصعود بنفس العدة نفتح قدمين بالتسعة الكتفين أو مساة قليلا اليدين أمام مقدمة الجسم لحظة التوازن تمرين جماعي ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال انتهينا من التمرين الأول انتهينا من التمرين الثاني ننتقل التمرين الثالثي أبطال للعضلة الخلفية للفخت وعضلة الفخت كبيرة راح ناخد تمرين للعضلة الخلفية وبعدها تمرين للعضلة الأمامية للفخت أول تمرين للعضلة الخلفية نمد أحد القدمين نبدأ بالقدم اليمين النزول للثبات لمدة عشر ثواني حتى تشعر بالعضلة الخلفية للفخت بشرط ألا تثني الركبتين يا بطل جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال كذا نكون تهين من التمرين الأول للإطالات للعضلة الخلفية للفخت التمرين اللي بعده أبطال للعضلة الأمامية للفخت من خلال سحب القدم اليمين باليد اليمين والقدم اليسار باليد اليسار رح نبدأ بالقدم اليميني أبطال وأكيد اليد الحرة اللي هي اليد اليسار تتكع على جدار أو على زميل أو على جسم ثابت حتى لا تفقد التوازن وتسقط يا بطل جهزين مع بعض تمرين جمعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى أبطال واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال تاني من الأداة التمرين الرياضية تأكد دائما أن أهمية الإحماء تكمن في تجنبك للإصابة حتى لو كنت ذا معدل لياقة عالي يجب عليك قبل بدء أي تمريم مرتفع الشدة سواء مباراة كرة قدم طائرة سلة أو السباح لمسافات طويلة أو الجري مسافات طويلة يجب عليك أن تبدأ بتهيئة العضلات من خلال إحماء بشكل جيد مثل ما أديناه اليوم يا أبطال خلونا نشوف درسنا لهذا اليوم التعرف على أهمية الطريق الصحيح للمشي ماذا نقصد بالمشي الصحيح؟ المشي هو عملية تحريك الجسم والانتقال به من مكان إلى آخر أي أبطال تنتقل من مكان لآخر دائما عن طريق المشي لكن ما هي آلية المشي الصحيح وكيف طريقة المشي الصحيح؟ وهل أنت تمشي بشكل صحيح أو لا يبطل؟ لذلك اليوم إن شاء الله سنتعلم كيف نمشي بشكل صحيح حتى لا نتعرض لبعض الإصابات التي أحيانا تكون بسبب المشي بطريقة خاطئة يا أبطال يبدأ المشي من وقوف بالارتكاز على إحدى القدمين وفق التاري نقل إحدى القدمين للأمام لأخذ خطوة وهبوطها على الأرض حيث يلامس العقب الأرض أولا يليه كامل القدم أي الهبوط يا أبطال دائما من خلال المشي يكون من خلال العقب يا أبطال ويكون النزول بالشكل هذا يا أبطال ويكون بتبادل القدمين اليمين واليسار الخطوة الثانية دفع مشط القدم الخلفية للأرض الالتكاز على عقب القدم الأمامية أي أبطال دفع الجسم من خلال المشي يكون من خلال أحد المشطين بالشكل هذا تشوف القدم الخلفية مجرد انتقالها مجرد تكون القدم اليمين يا أبطال هي من تدفع الجسم من خلال دفع الجسم بمشط القدم اليمنى أو اليسرى بالتبادل ثلاثة تكون مقدمة القدمين متجهة للأمام أي أبطال بالشكل هذا ما ينفع أن تكون قدمين متجهة للخارج هذا قد يسبب لك إحرافات قومية مستقبلا سواء كانت القدمين للخارج أو كانت للداخل البعض يعاني أحيانا إذا كنت ممن يعاني من شكل هذا يا أبطال حاولك دائما تفتح الجورك للخارج قليلا حتى تكون تعيد التوازن لقدمينك يا بطل وإذا كانت قدمينك تتجه للخارج بشكل لا إرادي حاول عمل التمرين هذا للداخل يا أبطال حتى تعود للوضع الطبيعي وتصبح القدمين متجهة للأمام أثناء تأدية المشي لأن إذا كنت تمشي للخارج أو للداخل قد يسبب لك إصابات وانحرافات قومية في قدمينك يا بطل أربع تكون أرجحة الذراعين معاكسة لحركة الرجلين دائما المشي الصحيح سيعلمنا الجري الصحيح خصوصا للعبين اللي سيكونون في سباقات التتابع أو سباقات العدو في ألعاب القوة يا أبطال تكون القدم اليسرى مع اليد اليمنى واليد اليسرى أو اليد اليمنى مع القدم اليسرى بالاختصار يا أبطال العكس نقدم القدم اليسرى تتقدم معها القدم اليمنى نقدم القدم اليمنى تتقدم معها القدم اليسرى بالشكل هذا يا أبطال نشوف ندفع القدم بالمشطين وتكون القدم على طول مجرد ما تنتقل القدم اليمين تنتقل معها القدم اليسار بالشكل هذا يا أبطال القدم اليمين معها اليد اليسار والقدم اليسار معها القدم اليمين يا أبطال يكون النظر أو اتجاه النظر للأمام وهذا من الأخطاء الشائعة عند النظر يا أبطال الأغلب يكون دائما نظرا للأسفل وهذا من الأخطاء اللي قد يسبب لك إصابات أو تحدب في الرقبة يا أبطال الأهم حتى نمشي بشكل صحيح أن لا نستخدم الأجهزة وهذا من السلوكيات الخاطئة الحديث يا أبطال نستخدم الأجهزة أثناء المشي أو أثناء حتى الوقوف وهذا من الأشياء اللي قد تسبب لك إصابات وقد تكون مزمنة لذلك تجنب استخدام الأجهزة أثناء المشي يا أبطال وعند الضرورة حاول استخدامها بشكل يكون الرأس فيه أو النظر فيه للأمام ولا يكون للأسفل يا أبطال حتى لا تتعرض لإصابات في الرقبة يكون طول خطوة مناسبا لطول الطالب أو الطالبة أي أبطال ما ينفع أن يأخذ خطوة طويلة أو أخذ خطوات قصيرة بل تكون مناسبة حسب طول القدمين وحسب طولك يا بطل ما ينفع أن يأخذ خطوات طويلة أو خطوات قصيرة يا أبطال يكون الجسم مستقيما والأكتاف مشدودا للخلف والبطل مسطحا أي أبطال ما ينفع نمشي والجسم في وضع انثناء بالشكل هذا راح يجعل ثقل الجسم على الظهر مما قد يسبب لك إصابات فيكون الجسم مستقيما يا أبطال حتى تستطيع أداء المشي الصحيح بشكل جيد يا بطل شوف هنا الأستاذ كيفية تأدية المشي الصحيح بشكل جيد اليد اليسرى مع القدم اليمنى واليد اليمنى مع القدم اليسرى ونشوف النظر للأمام والجسم مستقيم وتأدية المهارة بشكل جيد يا أبطال مراجع الدرسنا لهذا اليوم هل يكون النظر عند المشي المتزم بخط مستقيم إلى أسفل اتجاه خطوات القدمين إجابة إيش يا أبطال إجابة خاطئة يكون النظر أين أحسنتم النظر يكون متجه إلى الأمام يا أبطال السؤال الثاني هل الصورة المرفقة هي لمهارة المشي الصحيح لا نحن نرى من وضع الإنبطاح هذه من مهارات أكيد الزح الصحيح يا أبطال ولا تصنف من مهارات المشي أو المشي الصحيح يا أبطال إذن إجابة خاطئة أحسنتم أكيد من التوصيات نحاول تطبيق ما تعلمنا من خلال المشي بشكل صحيح والنظر للأمام ومحاولة التطبيق وتعديل بعض الأخطاء في طريقة المشي إذا كنت ممن يمشون بشكل خاطئ يا أبطال يجب عليك أن تتعلم كيفية المشي الصحيح حتى لا تقع بالخطاء يا أبطال وفي ختام الدرس يا أبطال تأكد أن تتعلم المشي بشكل جيد حتى لا تتعرض للإصابات دمتم بصحة ونشاط ترجمة نانسي قنقر